أن الجزائر تونس ليبيا سعت إلى خلق آلية من آليات التشاور وكذلك الحوار ويمكن أن نسميه بالحوار الاستراتيجي ما بين الدول الثلاث باعتبار أولا أنها تتقاسم حدود مشتركة كذلك تتقاسم تحديات مشتركة وتتواجد كذلك في فضاء إقليمي يشهد العديد من التحديات التي تفرض نفسها سواء كان على مستوى منطقة السحل الإفريقي أو على مستوى كذلك ضفة البحر المتوسط وبالتالي تستدعي الضرورة إلى أن يكون هناك تنسيق إلى أن يكون هناك كذلك حوار من أجل توحيد المواقف وكذلك التوجه بصوت واحد والمرافعة في إطار ما يخدم مصلحة هذه الدول لأنه رأينا حينما نتحدث على أبرز الملفات المشتركة نتكلم مثلا على ملف الهجرة الغير الشرعية ملف الهجرة الغير الشرعية يعتبر أبرز الملفات التفاوضية ما بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي رأينا الاتحاد الأوروبي يفاوذ ككتلة متماسكة بالمقابل دول المنطقة تتحدث كدول منفردة ورأينا محاولات استغلال الاتحاد الأوروبي لظروف بعض الدول من أجل فرض سياسات معينة في إطار هذا الملف وبالتالي توحيد الجهود وتوحيد كذلك الصوت يفرض مقاربة واضحة متكاملة ترى من خلالها دول المنطقة أو دول الثلاث ما يخدم مصالحها وما يحقق كذلك مصالح تلك الشعوب التي تعاني من هذه الظاهرة ويفرض تحمل المسؤوليات على الطرف الآخر المتواجد في الظفة الأخرى من المتوسط رأينا كذلك من بين الملفات ملف المتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة حتى تدخل الحالي انعكساتها على دول المنطقة وبالتالي من الضروري أن يكون هناك توحيد الجهود والتنصيق كذلك في إطار مجابهة هذه الظاهرة رأينا كذلك أنه في إطار هذا الحوار كان في حديث على عمل مشترك من أجل مقاربة تنمية المناطق الحدودية من خلال مقاربة تشاركية كل من جانبه بما يسهم أولا بإحياء هذه المناطق وبالحلولة دون ما أن يكون هناك مساحات للاختراق نهي كذلك على أن الدول الثلاث تدرك جيدا بأن مصائب المنطقة وما تعانيها المنطقة من أزمات هو ناتج عن التدخلات الخارجية وتأثير الفعل الخارجي الذي يعبث في أمن واستقرار المنطقة وبالتالي من الضروري أن يكون هناك التزام وكذلك توحيد الصوت في إطار رفض مبدأ التدخلات الخارجية باعتبر أنها لا تسهم لا في صناعة الاستقرار ولا في تسوية الأزمات ولا كذلك في خدمة مصالح الدول بخضر ما أنها تأثيراتها هي تأثيرات سلبية وبالتالي نحن نتحدث على أن مثل هكذا قضايا وملفات توحيد الجهود فيها هو مهم جدا هذا من ناحية من ناحية الثانية كذلك تحرك الجزائر في إطار هذا العمل الثلاثي أو من خلال هذا الحوار الاستراتيجي وأكد حتى سيد رئيس الجمهوري أكثر من المرة لا يعني بديلا على اتحاد المغرب العربي ولكن كذلك طبيعة التحولة العالمية والإقليمية تفرض نمط التكتلات وتفرض كذلك نمط توحيد الجهود لأنه اليوم العالم يسير في مبدأ التكتلات وكذلك التجمعات وبتالي من المهم أن تكون مثل هكذا آلية بما تسخر به هذه الدول بما كذلك تفرضه طبيعة هذه التحديات في إطار خدمة المصالح الاستراتيجي لهذه الدول سنتحدث على نقطة جد مهمة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي من الاستقرار الأمني بطبيعة الحال فليبيا اليوم كل يعرف أنه ليست مستقرة سياسيا ما ينجر عنها اشتباكات في عدد من المرات آخرها خلال شهر الماضي فقط كان هناك اشتباكات فسنتحدث على نقطة بالذات كيف يمكن أن توفق الجزائر في هذه الرؤية الجديدة دون استقرار سياسي في أحد البلدان التي هي بلد شريك سنعود لك سيد أحمد ميزاب بعد فاصل قسيم تابعينا الأكارم ابقوا معنا ألا بكم إن جديد تابعينا الأكارم متواصلنا معكم في هذا الموعد الإخباري في ملفنا المخصص للنقاش مع ضيفي الكريم سيد أحمد ميزاب الخبيب شؤون الأمنية والاستراتيجية سيد ميزاب لما نتحدث على نقطة ليبيا أو ملف ليبيا في حذاته ربما هو الملف الشائك لأنه عدم الاستقرار السياسي الموجود في ليبيا حال دون تطوير العلاقات الجزائرية الليبية أو حتى لنظرة مشروع مغارب جديد بين الجزائر تونس وليبيا فاليوم كيف ستعمل الجزائر على هذا الوطر من أجل حالة الأوضاع خاصة وأن الجزائر كان لديها مبادرات سابقة من أجل يكون هناك حلول سلمية سياسية والتوجه إلى صناديق الاقتراع إلا أنه حالة دون ذلك فهل الملف الليبي يبقى عائقا في هذه النظرة الجديدة في نظرك؟ شوف خليني أقول أولا التحرك الثلاثي هو ليس في إطار خلق جهاز أو خلق جسم بديل على أجسام أخرى أو غير ذلك وإنما هو البحث على فضاء للتشاورة وكذلك للحوار والتنصيق وهذا مهم من ناحية الثانية ندرك جيدا الوضع الذي تتواجد فيه ليبيا سواء كان من خلال الأزمة التي تعانيها ليبيا من خلال كذلك الصراع الاستقطابات التي كذلك تتعرض له ليبيا تأثير التدخلات الخارجية التي كذلك تعرفها ليبيا ولكن في نفس الوقت كذلك مهم حضور ليبيا في مثل هكذا آلية في إطار التشاور وكذلك التنصيق باعتبار أن التحديات مشتركة وبالتالي غياب الطرف هو يعتبر اختلال في هذه المعادلة النقطة الثانية الجزائر سارت في إطار التشاور مع الجسم المعترف به على المستوى الدولي وهو المجلس الرئاسي والذي كذلك يرتبط بالأجسام المتصارعة سواء كان المجلس الرئاسي يتعامل مع المجلس الأعلى للدولة مثل ما يتعامل مع البرلمان يتعامل مع المؤسسات الداخلية في إطار البحث على توحيد الجهد على هذا الأساس أعتقد بأن هذه الآلية جاءت أولا في توقيتها بما اعتبار أن التوقيت في حذاته هو توقيت حساس وتوقيت كذلك يفرض وجود مثل هكذا ألية من ناحية الثانية أن هذه الألية قد تسهم في مناقشة العديد من الملفات خاصة المتعلقة بالجانب الليبي والبحث على الحلول وكذلك المخارج خاصة وأن الجزائر دائما كانت تدعو إلى ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي خارج كل الأطر التي تسعى إلى العبث بالملف الليبي من ناحية الثانية أنه في التوقيت الذي كان في استقالة للمبعوث الأممي باطلي والبحث على بديل آخر من أجل إعادة بعث الورقة السياسية من المهم أن يكون هناك تشاور دائم لدول الجوار في إطار مقاربة كانت موجودة منذ 2014 من أجل إيجاد أنسب الخيارات لإيجاد مخرج حقيقي بالنسبة للأزمة الليبية ولا يمكن أن نتحدث على حل بالنسبة للأزمة الليبية خارج إطار دول الجوار باعتبر أنها معنية ومن مصلحتها استقرار دولة ليبيا وقيام كذلك مؤسسات والتماسك الداخلي بالنسبة للدول الليبية على هذا الأساس في اعتقادي بأن اليوم هذه الألية تعتبر قيمة مضافة أولا ليبيا لا تنظر لنفسها بأنها منفردة في مواجهة مختلف التحديات أو كذلك التأثيرات ومن ناحية الثانية أن دول الجوار التي هي معنية بتطورات المشهد الليبي تتفاعل وتتحرك بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومصلحة كذلك الدولة الليبية وتستطيع أن تدرأ الخطر أو كذلك الصدع لا ننسى الجزائر اليوم عضو غير دائم بمجلس الأمن بالتالي تستطيع أن تكون صوت ليبيا في مجلس الأمن لا ننسى بأن أي تحرك دولي في إطار البحث على حلول الأزمة الليبية لا يمكن أن يمر دون المرور على دول الجوار بالتالي تونس والجزائر هي دول الجوار وتتقاسم حدود مهمة مع دولة ليبيا بالإضافة إلى دول أخرى وبالتالي صوتهما يعتبر صوت وازن في إطار المناقشة لأي طرح أو لأي مقترح أو مشروع بالنسبة للأزمة الليبية وعلى هذا الأساس نقول بأن هذه الآلية تأتي في توقيت المناسب وتأتي كذلك لتستجيب لطبيعة الاحتياجات الموجودة في المنطقة وتأتي كذلك لتوحيد جهود الدول الثلاث بما يخدم مصالح هذه الدول في هذه النقطة بالذات لما نتحدث على تدخلات الخارجية خاصة في ليبيا نعرف أن ليبيا اليوم منقسمة إلى شطرين حكومتين وتصعيد في عدد من المرات في المنطقة ما جعل هذه المنطقة غير آمنة بامتياز لكن الجزائر لديها نظرة بطبيعة الحال من أجل لم شمل الفرقاء الليبيين ففي نظريك هل الجزائر ستنجح في لم شمل الفرقاء وماذا عن تدخلات الخارجية في الأوضاع في ليبيا لأن الأوضاع في ليبيا طال أمده صحيح خلينا نقول أولا نبدأ من آخر نقطة أن هناك إرادة لأطراف خارجية بأن لا يكون هناك توجه نحو التسوية للأزمة الليبية كل مكان هناك جهود ومساعي من أجل توحيد الجهد الليبي لحل الأزمة السياسية أو للتوجه نحو إقرار ورقة سياسية لتسوية الأزمة كل مكان هناك تدخلات خارجية لإعادة بعثرة هذه الأوراق وتشتيت المواقف الداخلية والعودة إلى نقطة البداية بالتالي نحن نتحدث على عدم توفر الإرادة الدولية أو على الأقل للفاعلين في الساحة الدولية من أجل تسوية الأزمة الليبية النقطة الثانية الجزائر اليوم مواقفها واضحة باعتبار أنها تنطلق من قراءة صحيحة وصحية لطبيعة الأزمة في ليبيا ولذلك مخرجات الورقة الجزائرية هي دائما تنص على مسألة الحوار الليبي على مسألة تبني مشروع سياسي متكامل على مسألة المصالحة الليبية وأن تختتم هذه الجهود في إطار التوجه نحو إقرار انتخابات من أجل إعادة بعث المؤسسات السياسية في ليبيا هذه الورقة منذ تقريب 2020 منذ مؤتمر برلين الأول والثاني والذي شاركت فيه الجزائر كان فيها عودة لهذا المصاعر أو إقرار بهذه الورقة باعتبار أنها الخيار الوحيد لتسوية الأزمة الليبية لكن هناك مسألة أو إشكالية أو السؤال الذي يطرح على الفاعلين في الصحة الدولية هل هناك رغبة حقيقية من أجل تسوية سياسية للأزمة الليبية أم يقابل هناك رغبة في إبرام صفقة سياسية بالنسبة للأزمة الليبية يختلف بين تسوية سياسية على أنك تسير وفق منهج معين من أجل الوصول إلى نتيجة وتأسيس لدولة صحية بمؤسسات وكذلك تشتغل بنمط طبيعي وعقلاني أو أنك تروح نحو صفقة سياسية من أجل إنتاج دولة معتلة دولة متأزمة دولة ضعيفة أو دولة فاشلة تصبح تنتج لك أزمات متكررة ولذلك أعتقد بأن الجزائر اليوم صحيح لا زال تقدم بأي مبادرة لكن طرحة لا زال يتمسك بمسألة أساسية من ينتج الحلول هم الليبيون وبالتالي ضرورة أن يكون هناك دور لدول الجوار من أجل توفير المناخ للحوار الليبي ولترك الليبيون يتفاعلون في هذا السياق صحيح ربما قد تقول بأن هناك انقسام داخلي هذا الانقسام الداخلي هو نتاج التأثيرات الخارجية لأن كل طرف يتبع طرف خارجي معين وتوظف الأطراف الداخلية في التصادم الداخلية بالوكالة عن الأطراف الخارجية وهناك العديد من الأجندات المتصادمة في الساحة الليبية لكن حينما يتم توحيد الجهد في إطار مصالحة الليبية وحوار الليبي تذوب بقية الأجسام في إطار إرادة الليبية للمصلحة العامة طيب في نقطة أخيرة أريد الخوط فيها فيما يتعلق بهذه اللقاءات التشاورية بين البلدان الثلاثة الجزائر ليبيا وتونس بطبيعة الحال ستكون لقاءة دورية حسب المتعرف عليه كل ثلاثة أشهر فهل ستأتي بأكلها لحلول سياسية ناجعة ترضي الأطراف المتنازعة في ليبيا لأنه اليوم لا يمكن تحقيق الأهداف دون أن يكون هناك استقرار أمني وسياسي شوف خلينا نقول لك أولا تقريبا هذه الآليات تم الدعوة إليها منذ قمة الجزائر للغاز وكانت دعوة نأكدها مرة أخرى بأنها كانت في توقيت حساس ومهم من ناحية الثانية اللقاء التشاوري الأول الذي كان في تونس من خلال ما تناوله من نقاطه من خلال البيان الختامي يعطينا تصور بأن هناك إرادة لقادة الدول من أجل الاستفادة من أخطاء تكتلات سابقة وهناك إرادة في مجابهة التحديات من خلال بناء تصورات مشتركة دون ما أن يكون هناك إخلال بالمصالح الاستراتيجية للدول الثلاث وهذا مهم جدا المستوى الثالث أعتقد بأن تكتل لما يكون محدود من حيث الدائرة وتكون كذلك الفوائل المؤسسة لهذه الآلية إيجابية من حيث أولا أن تونس الجزائر ليبيا لها حدود مشتركة أن كذلك تونس الجزائر ليبيا قواسم اجتماعية مشتركة أن كذلك تقارب من حيث العادات وكذلك التقاليد وتقارب من حيث كذلك طبيعة التحديات حتى وإن اختلفت حدتها وشدتها ومستوياتها من دول إلى أخرى لكن في نهاية المطاف التجارب الثنائية أثبتت نجاعتها وانطلاقا من ذلك فإن التكتل الثلاثي سيكون قيمة مضافة باعتبار أنه يستطيع أن يستجيب لطبيعة التطلعات لأن الأرضية أرضية خصبة والأرضية كذلك قابلة لتحقيق الطموحات التي رافع لأجلها القادة الثلاث لذلك أعتقد بأن القراءة على الأقل مبدئيا تعطينا مؤشر إيجابي بأنه يستطيع تستطيع هذه الآلية أن تحقق نتائج إيجابية ونتائج كذلك مرضية في المستوى المنظور باعتبار أنها امطلقت من أرضية صحيحة بالتالي أن النتائج بالضرورة سوف تكون كذلك صحيح شكرا أن تزيل لك السيد أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية كنت ضيفي في هذا الملف شكرا 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 تبعينا الأكارم فاصل إشهري ولا نعودها